أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت صباح اليوم محاولة أوكرانية لاختراق أراضي مقاطعة بيلغورد وكورسك وقالت الوزارة في بيان لها أن قوات أوكرانية حاولت اقتحام الأراضي الروسية من ثلاثة محاور بعد قصف مكثف على أهداف مدنية وأضاف البيان أنه تم صد جميع حجمات القوات الأوكرانية وقتل نحو ستين أوكرانيا في منطقة أدورنو بوفوكا الحدودية وتدمير العديد من الدبابات ونقلة الجند وفي روسيا أيضا اندلع حريق في مستودع وقود بمدينة أوريول إثر هجوم من شنة طائرة مسيرة صباح اليوم دون وقوع خسائر بشرية وذلك وفقا لمأعلنته السلطات المحلية كما هاجمت طائرة المسيرة الأوكرانية ليلة اثنين على الثلاثاء منطقة بيلغورد الروسية القريبة من مدينة خركيف الأوكرانية من دون وقوع إصابات لكنها تسببت بقطع الطيار الكهربائي عن سبع مناطق فيما ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن أنظمة دفاع الجوية الروسية دمرت 25 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل وفي سياق متصل بدأت تصويت المبكر الخاص بالانتخابات الرئاسية الروسية في المناطق التي ضمتها روسيا مؤخرا مثل دونيسك ولوغانسك وباخارا بروفرافسكو وستستمر عملية التصويت حتى الرابع عشر من مارس أجاري في الانتخابات المقررة في السابع عشر من هذا الشهر وسوف يستمر التصويت خلال ثلاثة أيام في كافة مناطق روسيا في انتخابات يتنافس فيها أربعة مرشحين مستجلين على منصب رئيس الدولة من موسكو نرحب بمراسل المشهد فادي صالح أهلا بك فادي إذن محاولة تسلل الأوكرانية إلى الأراضي الروسية من ثلاثة محاور والحديث عن صد هذا الهجوم وإيقاع قتلى في صفوف هذه القوات الأوكرانية نعم مالك حسب البيان الأخير الذي صدر قبل قليل من وزارة الدفاع الروسية فقد أعلنت الوزارة أنها تمكنت من القضاء على مائتين وأربعة وثلاثين أوكرانيا خلال محاولة التسلل هذه إضافة إلى تدمير سبع دبابات أوكرانية طبعا القصة بدأت عندما حاولت قوات أوكرانية الهجوم على مقاطعة كورسك الروسية بغدف التسلل إليها هذه المقاطعة الحدودية أو القريبة من الحدود الأوكرانية تمكنت القوات الروسية بالتعاون مع قوات الأمن من صد هذه الهجمات التي هي أربع هجمات على مقاطعة كورسك تم صدها بعد إطلاق النيران على من حاول التسلل وتمكنوا من تصفية المتسللين إضافة إلى فرار آخرين حسب ما أعلنت السلطات الرسمية أيضا كان هناك تقريبا الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي ثلاث محاولات للهجوم واختراق مدينة أو مقاطعة بيلغراد هذه المقاطعة هي مقاطعة حدودية وهي ربما الأقرب إلى الأراضي الأوكرانية هي قريبة إلى مقاطعة خاركف هي الحدود مع مقاطعة خاركف الروسية وبالتالي فإنه غالبا ما تستخدم القوات الأوكرانية هذه المنطقة لشني هجمات على الأراضي الروسية إذن ثلاث هجمات تم صدها أيضا في مقاطعة بيلغراد الروسية وتم صد أربع مسيرات حاولت استهداف هذه المقاطعة تمكنت الدفاعات الجوية من صدها إلى أن شظاياها سقطت على مبانا سكنية ما أدى إلى إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى بعيدا عن الطورات الميدانية نذهب إلى الشأن السياسي وإلى الانتخابات والتصويت المبكر في المناطق التي ضمتها روسيا مؤخرا نعم مالك فيما يتعلق بالتصويت المبكر هنا يجب التوضيح أن هذا التصويت هو عادة يكون في الأماكن التي يمكن وصفها بالنائية أو بالأماكن التي لا يمكن أن يكون فيها مراكز اختراع دائمة من ضمن هذه الأماكن التي بدأ فيها التصويت المبكر هي جمهوريتي دانيتسك ولوغانسك إضافة إلى مناطق أخرى سواء داخل روسيا أو خارج روسيا مثلا عسكريون على جبهات القتال في محور دانيتسك أدلوا بأصواتهم إضافة إلى ذلك الأمر العسكريون الروس المتواجدين في سوريا أيضا قاموا بالتصويت وكذلك في خبارفسك وغيرها من المناطق الروسية إضافة إلى تصويت الجاليات الروسية في الخارج مثل بوركينا فاسو وأيضا في ترانزيستريا كان هناك اليوم فتح مراكز الاقتراع ربما هي أغلقت حسب البيانات الرسمية حتى الآن صوت في التخابات أو التصويت المبكر أكثر من مليون وأربعمائة شخص حتى الآن حسب البيانات الرسمية إضافة إلى هذا الأمر يستمر التصويت الذي بدأ يوم أمس سيستمر حتى الرابع عشر من الشهر الجاري وهذا قبل بيوم واحد من أن تفتتح مراكز الاقتراع التصويت الذي سيستمر للمرة الأولى في تاريخ روسيا لمدة ثلاثة أيام كاملة بالتحديد من الخامس عشر وحتى السابع عشر من مارس الجاري شكرا لك فدي صالح مراسل المشهد من موسكرا جميع هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر